السلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علمنا نبينا 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 صدق الله سلام وبرك على سيدنا محمد محمد فكلمنا في اللقاء السابق عن السابة الثامن في الطعن والحفظ أحد رحمه الله تعالى ثم الجهالة الرغوي وهي السابة الثامن في الطعن وسببه أمران أول حاجة أحد أم أن الرغوي قد تكثر نعوته إلى الآخر ثم قال والنمر الثاني أن الرغوي قد يكون مقلا من الحديث إلى الآخر ثم قال أولى يسمى الرغوي اختصارا من الرغوي عنه هو الحفظ قال إنهم أتنين الجهالة بالرغوي سببها إيه أمرين أول الأول وأول الثاني طيب أولى يسمى الرغوي اختصارا من الرغوي عنه ده إيه الأدى ثالثة قسم ثالث أو الأمر الثالث طيب طب لو روى عنه اثنين فصاعدا ولم يوثق روى عنه اثنين أو ثلاثة أو أربعة ولم يوثق فلا أيضا داخل في عداد المجهولين يبقى كده صار أسباب الجهالة أربع أسباب ليس اثنين برسة اثنين زكرتنا بالحافظ والثالث ده اللي هو لم يقسمه ثالثا ثم الرابع اللي أنا زكرته لكم الآن أنه الرغوي إذا روى عنه اثنين فصاعدا ولم يوثق فهذا أيضا يعد من باب المجهولين ما المربى عدم التوثيق يا سيدي؟ المربى عدم التوثيق لأن ما فيش واحد من الأئمة قال أن فلندا ثق أو فلندا عدل أو فلندا طالد أو فلندا حافظ لم يارد عنه أي شيء هو مجرد بس إن احنا شفنا اسمه موجود في رواية من الروايات هذا هو آخر ما وجدنا له من شيء إن احنا وجدنا اسمه في رواية طيب الراجل ده الحد تكلم عنه حد قال إنه هو ثقة محدش قال كتب الكرح والتعديل معروف أئمة الكرح والتعديل يذكر أسماء الروايات الذين يوثقونه مثل فلا بنجد اسم هذا الرجل عند أحد قد وثقه لا إما محمد ولا البخاري ولا أحياء بلمعين ولا أحياء مثل هذه القطرة ولا أي حد خاصة محدش تعرض له بذكر يبا إذن هذا الرجل لم يوثقه أحد طيب إحنا نعرف الشرق الراودة لازم يكون ثقة حتى نقبل حديثه طيب إحنا لم نعرفش عنه حق يبا إذن هو مجهوم إذن فمجبات الجهالة أربعة وليس الآن كما ذكر الحافظ الحجر رحمه الله تعالى ويستدل على معرفة اسم المبهم بوروده من طريق أخرى مسمى وصنفوا فيه المبهمات يعني وجدنا اسم الرجل المبهم ده وجدناه في طريق آخر أو في رواية أخرى منصوص على اسمه يبا إذن من هذه الرواية الأخرى عرفنا إن اسمه فلان طيب اللي صارتخوا في المبهمات كثير منهم الخاطب البغدادي وذكر في كتابه عن المبهمات 171 حديث 171 حديث كل حديث فيه رابل مبهم ده كتاب الخطيب البغدادي وطبعا الخطيب في الكتابه هذا رابط الكتاب بتاعه على أسمان المشخص المبهمة طيب أنا وجدت في كتاب من الكتب رواية الرواية يقول حدثنا رجل وأنا عايز أعرف من الرجل ده فإذا أنا لا أعرف اسمه طيب هو الخطيب البغدادي لما يرتب الكتاب بتاعه على أسمان المبهمين طيب أنا أصلا مش عارف الاسم عشان أجد اسم هذا الرجل لازم أدور في 171 حديث فدي مشكلة في كتاب الخطيب طبعا اللي أوسع منه كتاب القاسم ابن بشكويل أبي القاسم ابن بشكويل وذكر فيه حوالي 321 حديث 321 حديث وأيضا هذا الكتاب غير مبارئ غير مرتب وإن كان أوسع من كتاب الخطيب البغداد ويعتبر أوسع كتاب صنف في المبهمات كتاب ذا بالقاسم ابن بشكويل ولا يمر بال حديث المبهم ما لم يسمى لأن شرط قول الخبر عدالة رواته ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه فكيف عدالته فإذا إنا ما كناش عارفين اسم الراوي دا همكبل الخبر ازاي وإنت مش عارف عنه أي حاجة وإحنا قلنا في البداية خلص إنه شرط لقبول الرواية من أحد شروط تصحيح الرواية إنه إيه أن يكون الراوي ثقة طب هو إحنا مش عارفين هو مين أصلا إبقى هنعرف إذا كان ثقة أو غير ثقة إزاي فشرط قول الخبر عدالة رواته ومن أبهم اسمه لا يعرف عينه مش عارفين هو مين فكيف عدالاته إذا كنا نحن مش عارفين اسم هنعرف إذا كان عدل أو غير عدل ثقة أو غير ثقة كيف هذا؟ وكذا لا يقبل خبره ولو أبهمه بلغض التعديل كأن يقول الراوي عنه أخباراً الثقة هو لما الراوي يقول أخباراً الثقة هل هذا تعديل لي؟ ولا لا يعد تعديلاً هو يعد تعديلاً عند من يقول ذلك طيب ربما كان عدل عندي لكن ليس بعد وليس بثقة عند الآخرين أنا شايف أنه ثقة غيري لا يرى ذلك إذا فهو توثيق لمن روى عنه فقط لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحاً عند غيري طيب بعض الأيمة قالوا هو ممكن يبقى تعديل إزاي؟ إذا كان هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة معروف أن هذا الراوي لا يروي إلا عن ثقة مسلمين الشيخين أصحاب الصحيح البخارية ومسلم لا يعوون إلا عن ثقة فإذا مثلاً قال البخاري حدثاً الثقة فهذا توثيق من البخاري له ومعروف أن البخاري لا يروي إلا عن ثقة بل هو متشدد في شعوط التوثيق لكن إذا لم يروي هذا الراوي معروف عنه أنه لا يروي إلا عن ثقة بل يروي عن الثقة وغيره إبقى هذا لا يعد به توثيقاً ولا يقبل منه توثيقاً لا يروي إلا عن ثقة هذا اختيار ابن الجزري رحمه الله تعالى لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحاً عند غيره وهذا على الأصحف المسألة لأنه لأن هناك ناس بيقول بتعديل وتوثيق الرجل إذا قال أخبراً للثقة من غير أن يذكر أسماً فالحافظ بهذا على الأصحف المسألة ولهذه النقطة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازماً به لهذا الاحتمال بعينه إيه هو الاحتمال إنه قد يقوم ثقة عنده مجروحاً عند غيره وقيل يقبل تمسكاً بالظاهر إذ الجرح خلاف المصر على خلاف المصر فالظاهر أن الناس كلهم عدود إلى أن يتبين لنا خلاف ذلك فإلا حيقول بهذا التوثيق هو بيأخذ على الظاهر والجرح خلاف المصر وهذا الرجل لم يرد فيه جرح هذا الرجل لم يرد فيه جرح غاية ما فيه أن هذا الرجل وثق ولا نعرف اسمه أخذها لك لكن هل ورد فيه جرح؟ لم يرد فيه جرح فأله خلاف إذن أحنا هنمشى على الأصل أن الناس كلهم عدود وخاصة أنه لم يرد فيه جرح إذا هنأخذ بالظاهر وقيل إن كان القائل عالماً أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه يعني إيه كلام ده؟ يعني مثلاً أنا افترض أن الإمام الشافعي بيحدث أصحابه في مسألة في مسألة ما وأورد لها حديثاً يحتج به وفيه رجل مبهم أو أن يقول الإمام الشافعي وهدي كثيراً ما كان يفعلها يقول أخباراً الثقة فهو لا يورد ذلك احتجاجاً على غيره ولكنه يقول ذلك لأصحابه الذين يوافقونه ويتبعونه في مذهبه فهو يقول لهم احتجاجاً واستئناساً بهذا الخبر على أو يدلل بهذا الخبر على صحة مذهبه ولكن لا يحتج به على الآخر يقوله لأتباعه فهنا إن كان القائل عالماً أجزأه ذلك في حق من يوافقه في مذهبه لأنه يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده على الحكم وهذا ليس من مباحث علوم الحديث أنه ممكن ذلك عنده من مباحث علوم الأصول ونحو ذلك والله تعالى الموفق فإن سمي الراوي وانفرض راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العلم هنا الراوي عرفنا اسمه اسمه معروف ولكن لم يروي عنه إلا راوي واحد فقط فده من سمي مجهول العلم طبعاً هذا بخلاف الصحابة لأنه ممكن بل هو موجود فعلاً أحاديث لبعض الصحابة وهذا الصحابة لم يروي عنه إلا تابغي واحد فقط فهذا غير داخل المعنى في هذه القصة لأن الصحابة كلهم عذور فإن سمي الراوي وانفرض راوي واحد بالرواية عنه فهو مجهول العلم طبعاً ده تابع للقسم الثاني اللي هو في الصفحة مئة اللي هو الأمر الثاني أن الراوي قد يكون مقلاً من الحديث فهو هنا الراوي واحد بس هو اللي روى عنه فيعتبر أنه مقيم لأنه واحد بس هو اللي روى عنه فهو مجهول العلم كالمبهم يعني مثل المبهم إلا أن وثقه غيره أو إلا أن يوثقه غير من ينفرد به عنه على الأصح يعني اللي روى عنه ده سيبك منه دلوقتي وجدنا واحد من الأمة الجرح والتعديم وثق هذا الذي انفرض عنه راوي واحد إلا في هذه الحالة نأخذ بهذا التوثيق لا نأخذ بتوثيق ما روى عنه لا يكون هذا الذي وثقه منفصل وليس له تعلق بهذه الرواية ولكن إيه بشرط أن يكون من أئمة الجرح والتعديم هذا الذي يوثق الراوي الذي انفرض عنه واحد شرط أن يكون الموثق من أئمة الجرح والتعديم وكذا من ينفرد عنه إذا كان متأهلا لذلك طيب إذا كان الراوي عنه ده من الأئمة الجرح والتعديم ووثقه يبقى إيه سنأخذ بهذا التوثيق موضح الكلام ده؟ أو إن روى عنه اثنان فصاعدا ولم يوثق فهو أجهول الحال إذا إيه فرق من مجهول العين ومجهول الحال؟ مجهول العين روى عنه واحد بس مجهول الحال ولم يوثق لم يوثق مجهول الحال روى عنه اثنين أو أكثر ولم يوثق وهو المستور إذا مجهول الحال هو المستور هو هو مترادف يبقى لما تيجي تجد في كتب الجرح والتعديل عندما تكلم عن روى يقولوا فلان مستور يبقى تعرف إن المستور ده هو مجهول الحال طبعا هو دول وإر روى عنه اثنان فصاعدا ابن الصلاح قال إن الاثنين دول لازم يكونوا عدود وإن في عبارة للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى بقول فيها أن أقل ما يرفع الجهالة عن الراوى أن يروي عنه اثنان فصاعدا من المشهورين من أهل العلم أقل ما يرفع الجهالة عن الراوى أن يروي عن الرجل اثنان فصاعدا من المشهورين من أهل العلم يبقى في هنا أي شرطين أن يكونوا اثنين فصاعدا وأن يكونوا من أهل العلم المعروفين كده يرتفع الجهالة عن الراوى ويصبح قبره مقبولا وقد قبل روايته اللي هو من مجهول الحال أو المسطول جماعة بغير قيد من الجماعة دول منهم ابن فورك والسليم الرازي وغيره وردها الجمهور يعني الجمهور على رد رواية مجهول الحال أو المسطول إذن الرواية فيها راوي مجهول الحال أو المسطول رواية ضعيفة مردودة وإن كان قد قبلها البعض إلا أن الجمهور على خلاف ذلك والتحقيق أن رواية المسطول ونحوه مما فيه باحتمال لا يطلق القول بردها ولا بقبولها لذلك نتوقف فيها لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا بل يقالوا هي موقوفة إلى استبانة حاله يعني نتوقف في هذه الرواية التي فيها مستور أو مجهول الحال إلى أن نتبين حاله بالبحث والتلقيق طيب لم نجد من يتكاجم عنه ولم نستطع إلى الاهتداد لحقيقة حاله يظل التوقف كما هو كما جزم به إمام الحرمين إمام الحرمين أو إيه؟ لو في حكم على شيء نحن نعتقد فيه الحل نعتقد بحل شيء لا لورود دليل فيه ولكن للبراءة الأصلية لم يرد فيه دليل فنحن نحكم بالبراءة الأصلية على هذا الشيء أنه حلال واضح؟ ثم جاءت رواية فيها رجل مستور أو مجهول الحال هذه الرواية تفيد تحريم ذلك الشيء فإمام الحرمين بيقول إيه؟ هنا نجد يجب التوقف إلى أن نستبين حال هذا الرواية نتوقف بمعنى إيه؟ إن إحنا نمتنع عن تناول هذا الشيء فكأن هذا التوقف مرادف للتحريم نعم، نعم، لأننا نمتنع عن هذا الشيء كأني كنت بتحريمي ولكن الإمام الحرمين بيقول إحنا نمتنع عنه مش عشان هو حرام ولكن نمتنع عنه توقفاً في الأخذ بهذه الرواية لا إلى أن يستبين لنا حال هذا الرواي مجهول الحال واضح؟ التاج السبكي في شرح البرهان رد على كلام ده قال له لم؟ إزاي إحنا نترك دليل ظاهر وواضح إلى دليل مشكوك فيه؟ هذه الرواية التي تفيد تحريم هذا الشيء رواية مشكوك فيها لأن هذا الرأي مجهول الحال فنحن نتشكك في هذه الرواية فكيف نأخذ منها حكماً؟ وهذا الحكم مشكوك فيه ونعمل به ونترك حكماً ظاهراً واضحاً فاليقين لا يرتفع بالشك اليقين أننا البراءة الأصلية تفيد أن هذا الأمر حلال أو هذا الشيء حلال الشك أن فيه رواية بتقول أن هذا حرام وهذه رواية مشكوك فيها لوقود هذا الرأي مجهول الحال فأنا أترك الشيء المتيقع لشيء مشكوك فيه والقاعدة بصولية تقول اليقين لا يزول أو يرتفع بالشك فهنا بيقول بل يقال هي موقوفة إلى استبانة حاله كما جزم به إمام الحرمين يقولك إمام الحرمين أليه تاقي السك رد عليه أليه ونحن قول ابن الصلاح في من جرح بجرح غير مفسر يعني كذلك الراوي الذي جرح جرح غير مفسر واحد من الأئمة قال فلان هذا ضعيف طب ضعيف ليه فلان هذا غير ثقة غير عدد طب ليه ما أدش فابن الصلاح بيقول هذا الراوي أيضا نتوقف في حاله هنا الشيخ نور الدين عدد نور الدين عدد قول في الحشاء ومذهب ابن الصلاح أنه لا يثبت به الجرح يعني الجرح مش حيب أثابت في حق هذا الرجل لكنه يوقع ريبة يوجب مثلها التوقف وجرى على ذلك طائفة من المحدثين من المحققين ورأى بعضهم أنه يعمل بالجرح غير المفسر والفريقان متفقان على عدم الاحتجاج بخبره يبقى ابن الصلاح بيقول أنه نحن نتوقف في حاله والطائفة الثانية بتقول آه لأن أقبل هذا الجرح ولو كان غيره مفسر يبقى الاثنين هيعملوا إيه؟ حيردوا الخبر بس فريق بيقول أنه نحن نرد الخبر لأخدا بهذا الجرح وفريق بيقول أنه نحن نرد هذا الخبر ولكن ليس أخدا بهذا الجرح ولكن توقفا منا في حال هذا الرجل وده مذهب ابن الصلاح ثم البدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي أنه يكون الراوي إيه؟ مبتدع والبدعة هي تعريف البدعة ما أحدث على غير مثال سابق هذا تعريف البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق فإذا ورفق التعريف اللغوي يشمل المحمود والمذمون أي حاجة محدثة سميها بدعة سواء كانت محمودة أو مذمونة لكن الشر بيخص البدعة بالشيء المذمون الشر يخص البدعة بالشيء المذمون أما إذا كان محمودا فلا يعد في الشر من قبيل البدعة سيدنا عمر لما وجد الناس يقومون قال نعمة البدعة هذه وجدهم يقومون على قيام رمضان وأشياء كثيرة والعز بن عبد السلام رحمه الله تعالى قسم البدعة وفقا للأحكام الخمسة يعني ألفي ممكن بدعة تبقى واجبة وبدعة حرام وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة فقسم البدعة وفقا للأحكام الخمسة وهو ما ذهب غالب العلماء يبقى البدعة قد تكون مذمومة وقد تكون محمودة لم يشد في هذا إلا الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فقال كل بدعة مذنومة لأن العصر سلام قال كل بدعة ضلالة والعلماء كل بدعة ضلالة حديث عام مخصوص مع أن الشاطبي أعترف بأن هناك من البدعة ما يكون واجبا ومستحبا ولكنه سماها مصلحة مرسلة ما تسميهش بدعة ما تسميهش بدعة دي في الحالة دي تسمى إيه؟ مصلحة مرسلة مصلحة إذن الخلاف إيه؟ لفظي خلاف لفظي وطبعا برضو الأئمة يعني يصنفوا في البدعة ومعنى البدعة ومن أجل هذه المصنفات كتاب السيد عبد الله من الصديق الغمالي رحمه الله تعالى شريفنا وإمامنا إتقان الصنع في تحقيق معنى البدعة وهو كتاب مهم مهم جدا يجب أن يقرأه كله إنسان إتقان الصنع في تحقيق معنى البدعة حبد قرأه؟ طب حبد عنده الكتاب؟ موجود؟ نعم فهو كتاب ماتع جدا على قلة حجمه وفيه برضو الشيخ علي محفوظ وهو من علماء الأزهر الشريف العلماء القدامة له كتاب أيضا في الكلام على البدعة اسمه الإبداع في مضار الابتداء الشيخ علي محفوظ الإبداع في مضار الابتداء الشيخ علي محفوظ الشيخ علي محفوظ ثم المدعة وهي السبب التاسع من أسباب الطعن فرارا وهي إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر إذن هو في حقيقته مسلم يشهد الشهادتين ويعتقد في وجود الله عز وجل وأنه هو الخالق وهو الرب وهو قادر على كل شيء وهو أفصل الرسل ويؤمن بيوم القيامة ونحو ذلك ولكنه يعتقد باعتقاداً يستلزم منه أو ينزم منه الكفر زي المجسمة مثلاً باعتقاد المجسمة ينزم منه الجهل بالله عز وجل استلزم الجهل بالله عز وجل لأنه يعتقد في الله أشياء غير واقع وغير حقيقين أن لله عز وجل مثلاً حد تعالى الضار عن ذلك علواً كبيراً ونحو ذلك فهذا الأمر يستلزم الكفر فيكفره من يعتقد أن لازم المذهب مذهب الذي يعتقد أن لازم المذهب هو مذهب يكفر هؤلاء ومن يعتقد أن لازم المذهب ليس بمذهب لا يكفر هؤلاء فهو بيقول إما أن تكون بمكفر كأن يعتقد ما يستلزم الكفر زي ما قلنا إيه المجسمة مثلاً ففي بعض العلماء قال لك إيه إن مثلاً الجهل بالله تعالى من بعض الوجوه لا يستلزم الكفر يعني الشرط هو عشان يبقى يعني في بعض الأشياء الجهلها عن الله عز وجل هذا لا يستلزم الكفره والإمام الغزاني رحمه الله تعالى قال وعدم التكفير أقرب للسلامة عدم التكفير أقرب للسلامة لأن موضوع التكفير ده الإقبال عليه أمر في غاية الخطور ليس كما نفعل الناس اليوم أو بعض الناس المكفرة أسهد شيء عنده التكفير يعني كأنه يعني بيقول سلام عليكم يروح حكم عليكم بالكفر على طبيعه لأدنى شوها فالغزاني شوف بقى العلماء الكبرى يقولك لا عدم التكفير أقرب للسلامة ليه؟ قال لك الرجل ده موحد بالله ويشهد الشهادتين ويصلي وما إلى ذلك الله فيبقى أحنا لما نيجي نكفره التكفير ده هيبقى إيه برضو يعني إحنا مش متأكدين منه وزي ما أنت بتقول عليه هو أنه هو مبتدع وهو برضو يقول عليك مبتدع فلا هو حيقول عليك مبتدع وأنت هتقول عليه مبتدع يبقى إيه؟ كل واحد لا يأخذ برواية الآخر يبقى كده حيضيع علينا جزء كبير من السنة النبوية ما أنا بقى مش هاخد بالرواية اللي هو فيها وهو مش هياخد بالرواية اللي أنا فيها يبقى إيه؟ جزء كبير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيضيها كأن يعتقد ما يستلزم الكفر أو بمفسق أن يعتقد مش في شيء لا يصل إلى حد الكفر ولكن يصل إلى حد الفسق فالأول ما يستلزم الكفر لا يقبل صاحبها الجمهور وقيل يقبل مطلقا يبقى الجمهور على أن من يعتقد اعتقادا يستلزم منه الكفر هذا لا يقبل حديثا وقيل يقبل مطلقا وقيل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل إن كان لا يعتقد حل الكذب لنصرة مقالته قبل أعتقد حل الكذب ده ده لما الإمام الشافعي رضي الله عنه ما كان يقول إيه أخبار من الثقة طلع بعض كده بالتفتيش إن الثقة دمين إبراهيم بن أبي يحيى فبقول للإمام الشافعي هو أنت بتروي عن إبراهيم بن أبي يحيى وتعتقد أنه ثقة أو بقول كلام بالربيع الربيع بقول له فما حمل الشافعي على أن يأخذ عن إبراهيم بن أبي يحيى فالربيع بقول أنا سمعت الإمام الشافعي بقول عن إبراهيم بن أبي يحيى لأن يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب لكن بالنسبة إلى الصدق كان يتحر الصدق ولأن يسقط أو يخر من السماء أحب إليه من أن يكذب إذن هذا سيكذب على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فلذلك كان الإمام الشافعي يأخذ بحديثه فهو بيقول إن إن كان لا يعتقد حلا الكذب لنصرة مقالته قبل فوحد زي إبراهيم بن أبي يحيى عند الإمام الشافعي استحال أنه يكذب عشان ينصر قول أو مذهب فلذلك كان يأخذ بحديثه والتحقيق أنه لا يرد كل مكفر ببدعة يعني كل واحد اتهم بالكفر لبدعته إن نحن الروت حديثه؟ لا لماذا؟ لأن كل طائفة تدعي أن مخالفها مبتدعة زي ما نبدع إن هو مبتدع ويقول عنها مبتدى وقد تبالغ فتكفر مخالفها فلو أخذ ذلك على الإطلاق لا استنزم تكفير جميع الطواف يبقى كل المسلمين حصبه وكفر ده بيكفر ده وده بيكفر ده يبقى كله كفر ولما يبقى كله كفر لحدش هيأخذ برواية الأخر يبقى حيضيع جزء كبير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فالمعتمد أن الذي ترد روايته من أنكر أمرا متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة واحد لسلا أنكر الصلاة الخمس واحد أنكر صياء رمضان واحد أنكر النفيزكة وهكذا هذا أمر متواتر معلوم من الدين بالضرورة وكذا من اعتقد عكسه فأما من لم يكن بهذه الصفة أنه لم ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة أو لم ينكر شيئا متواترا بالإضافة إلى ذلك انضم إلى ذلك ضابطه لما يرويه ضابط لما يروي مع ورائه وتقواه فلا مانع من قبوله وإن كان مبتدعا بدعة مكفرة طيب والثاني وهو الثاني با إيه؟ أو بمفسق وهو من لا تقتضي بدعته التكفير التكفير أصلا بدعة غير مكفرة وقد اختلف أيضا في قبوله ورده فقيل يرد مطلقا وهو بعيد هذا الكلام بعيد وهذا محكي عن الإمام المالك أنه كان يرد رواية المبتدع وإن كانت بدعته بدعة غير مكفرة وأكثر ما علل به يعني الناس اللي بيقولوا أنه يراد مطلقا بيحتكوا بإيه؟ أن في الرواية عنه ترويجا لأمره وتنويها بذكره أعتقد بكامل له دعاية زي ما احنا بنوى دلوقتي يعني وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع زي ما احنا بنقول كده كأنك بتنشر بدعته لما أنت هتجيز الأخذ عنه يبقى كأنك كده بتنشر هذه البدعة وبتعله دعاية لبدعته وعلى هذا فينبغي أن لا يروى عن مبتدع شيء يشاركه فيه غير مبتدع وقيل يقبل مطلقا يعني نقبل روايته مطلقا إلا إن اعتقد حل الكذب كما تقدم واحد مبتدع ولكن هو بيقول بحل الكذب وبجواز الكذب بإحنا في هذه الحالة نرد روايته وقيل وقيل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته بل يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته مفروض بقي داعية إلى بدعته لكن ما تمشي داعية إلى بدعته طب داعية التالية إيه؟ هي أصلها إيه؟ داعي فداعية تأيبة سمو إيه؟ للنقل من الإيه؟ من الوصفية من الوصفية إلى العلغية أو الإسمية نقل من الإيه؟ أو علام فابن مالك رحمه الله قال لك التأديل المبالغة فقال لك فبقي علام في حد ذاتها في ذاتها صغة مبالغة فالتأيبة هنا مش للمبالغة فقال لك بقي هنا بالنقل من العالمية من الوصفية إلى العالمية يعني كأنه أصبح اسماً له العلامة هذا كأن كلمة علامة دي أصبحت زي الإسم بالظبط كأنه باسمه علامة وهنا ما لم يكن داعية فإنه أصبح يعني أصبحت إيه؟ اسماً له وأنه علام على أنه يدعو إلى بدعته في بنتاء هنا أصبحت اسماً معلماً يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته لأن تزيين بدعته قد يحمله على تحريف الروايات وتسويتها على ما يقتضيه مذهبه وكلام ذا ما كلام بهم كلام الإمام الشافعي أقلل عنه الإمام النووي يبقى شرط قبول رواية المبتدع الذي بدعته غير مكفرة أن لا يكون معتقداً حين الكذب وأن لا يكون داعياً إلى بدعته فإذا فقد شيء من ذلك إبا إيه؟ هل ترد رواياته؟ طيب وهذا في الأصح وإلا زي ما قلنا سنرد كثير من الروايات الإمام البخاري ومسلم نفسهم في الصحيح احتجوا بروايات كثير من المبتدع من الشيعة والخوارق والمعتزلة ونحو ذلك فالبخاري مثلاً احتج بعمران بن حطان وكان من الخوارق عمران بن حطان وكان من كبار الخوارق وكذلك البخاري ومسلم احتجوا مبين لعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني وكان معتزل كان مرجئاً رحيا بن عبد الحميد الحماني أو عبد الحميد الحماني هذا من المرجئ احتج البخاري به في الصحيح واحتج به المسلم في مقدمة الصحيح مقدمة الصحيح وغيره الكثير لكن هذا كمثال على احتجاء البخاري ومسلم بأناس وصفوا بالبدع كالإرجاء والاعتزال والرفض والتشيع ونحو ذلك طب إحنا لو قلنا بقى مش هناخد بكلام هؤلاء يبقى كل الروايات دي اللي في البخاري المسلم هتردها وهي فيها أحكام مهمة يبقى هترد هذه الأحكام كلها وكل زي ما قلت بقى كل واحد كل رواية فيها مبتدى هنردها يبقى كوز كبير من السنة سيضيف وأغرب ابن حبان فادعى الاتفاق على قبول غير الداعية من غير تفصيل طبعا هو الحافظ دول إن ده غريب من ابن حبان وهو صحيح هذا فيه نظر من غير تفصيل من غير تفصيل أي بين ما يقوي بدعته وما لا يقوي يعني إذا كانت الرواية اللي حتنقوي البدعة اللي بيقول بها فلا نأخذ به أما إذا كانت ليس علاقة ليس لها علاقة بالبدعة التي يقول بها فنأخذ بروايته نعم الأكثر على قبول غير الداعية أكثر العلماء على قبول رواية غير الداعية إلى بدعته إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المذهب المختار وهذا أمر منطقي وبديه أمر منطقي إن واحد يضع إلى بدعته ويأتي برواية يضع فيها إلى هذه البضع بإحتمال في شك إنه مختلق هذه البواية فيرد على المذهب المختار وبه صرح الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوز جاني شيخ أبي داود والمسالي في كتابه معرفة الرجال فقال في وصف الرواة ومنهم زائر عن الحق أي من الرواة من هو زائر عن الحق منحرف عن الحق أي عن السنة صادق اللهجة فليس فيه حيلة إلا أن يخذ من حديثه صادق اللهجة يعني هو رجل يتحرى الصدق زي مثل نحن ضربناه بإبراهيم بن أبي الذي يروع عنه الشافعي هذا رجل زائر حرف عن السنة ولكن من ع ذلك فهو صادق اللهجة كما قال الإيمان الشافعي فليس فيه حيلة إلا أن يخذ من حديثه ما لا يكون كر إذا لم يقوم دعته يعني إذا كانت هذه الرواية منه ليس فيها شيء ينكر وليس فيها شيء يقوي بدعته فليس لنا حيلة إلا أن نقبل هذه الرواية واضح وما قاله متجه يعني له وجهه لأن العلة التي لها رد حديث الداعية أي التي من أجلها رد حديث الداعية واردة فيما إذا كان ظاهر المروي يوافظ مذهباً مكدداً ولو لم يكن داعي طب واحد لا يدعو إلى البدع لكن هو معروف أن هذا مذهب يعني واحد معتزم هو مذهب هو معتزم ولكن لا يدعو إلى هذه البدع لا يدعو إلى الاعتزام طيب هذا المؤتدع الذي ليس بداعية أول رواية أول رواية توافق مذهباً فألك في هذه الحالة أيضاً ترد هذه الرواية وإن لم يكن داعي لكن عرف عنه أنه مبتدع أو أنه يعتقد هذه البدع وهو لا يدعو له لا يدعو له فإذا في هذه الحالة ترد هذه الرواية أيضاً إبقى أحنا قلنا شرط قرون رواية المتدع تالي أن يكون متحرياً للصدق وأن لا يكون داعياً إلى بدعته والحالة تلتبر أنه لا يروي حديثاً موافق لبدعته ألا تكون هذه الرواية التي يرويها موافقة لبدعته ثم بعد ذلك ستكلم الحافظة عن السبب العاشر من أسباب الطعن وهو سوء الحفظ وهذا إن شاء الله نرجعه إلى المرة القادمة بإذن الله سبحانك الله ومحمدك أشهد أن الله دلال إلا أنت أسترفعوك وأتوبو لك إذا كان لديهم أن تفهموا أن أجدك هل تفهمهم أجدك تفهمهم أجدك أردتك طويل ماذا يفيد عنه إذا كان متأهلاً في النقض؟ يعني متأهلاً في النقض وفي الجائل والتعليل مثل ابن أبي الحاتم، لحيا ابن معين، مرام أحمد الأولاد يسمون متأهلين متأهلون في الجائل والتعليل متأهلون للنقض ماذا يراني؟ ماذا يفيدون؟ ابقام الصمعة في تحقيق معنى البداع ابقام الصمعة في تحقيق معنى البداع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر